اهلا بكم اتهمى نظام السوري التحالف الدولية بالوقوف وراء القصف الذي اجتادف منطقة الهري قرب الحدود العراقية كما واعلن الحجد الشعبي العراقي عن قتل عدد من عناصره في المنطقة التي توجد فيها ميليشيات موالية لإيران لكن التحالف نفى تنفيذ أي هجوما في المنطقة فمن الذي قصف تلك الميليشيات نتابع التقرير ونعود للنقاش ضربة الموجعة للميليشيات المدعومة إيرانيا قرب الحدود السورية العراقية في منطقة الهري جنوب شرق البكمال وحسب مصادر عدة تراوحت الخسائر بين الأربعين والمئة قتيل النظام السوري وجه الاتهام مباشرة إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة التي اعتادت استهداف تلك الميليشيات في السابق ولكن بعد ساعات قليلة نفى التحالف بالمطلق استهداف أي منطقة قرب البكمال التحالف الذي عادة ما يتبنى ويبرر أي هجوم ينفذه داخل الأراضي السورية إن لم يكن التحالف فمن الذي قصف التساؤل الذي يتطلب بحثا في المكون الذي تم تدمير موقعه والجهة المستفيدة فالمستهدف ميليشيات هي أذرع إيرانية في سوريا أذرع كانت وما زالت مصدر قلق لإسرائيل ليس فقط على حدودها في الجنوب السورية بل في كل الأراضي السورية كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو قبيل الهجوم بيوم واحد وبعد مباحثات مع موسكو وواشنطن بشأن سوريا فكانت الغارات الإسرائيلية التي لم تطل دير الزور على مر سنوات منذ استهداف موقع الكبر عام 2007 إذ اقتصرت على دمشق وبادية تدمر وحلب وحماء فما الذي يدفع الطائرات الإسرائيلية تغيير خطتها وتوسيع دائرة هجماتها الأمر الذي لن يكون دون تنسيق مع التحالف وروسيا روسيا التي لاذت بالصمت حول الحادثة وتسعى بعض الجهات لتوجيه الاتهام لتنظيم الدولة الذي نشط مؤخرا قرب المنطقة المستهدفة ووصلت ملغماته إلى قلب مدينة البوكمال ملبسات الهجوم ما زالت غامضة وهوية المسؤول المنفذ مجهولة مع النفي الأمريكي والصمت الإسرائيلي بغض النظر عن هوية المسؤول عن الهجوم يبقى الثابت أن القصف يحمل رسائل لتحجيم النفوذ الإيراني في سوريا كل سوريا لمتابة هذا الموضوع معنا في الأستوديو مستشار مركز العراق الجديد للبحوث والدراسات الدكتور عمر عبدالستار ومن غازي عنتاب ينضم إلينا المحلل العسكري العقيد فايز الأسمر عقيد فايز مرحبا بك يعني التحالف ينفي قصف مواقع موالية للنظام في الموكمال على عكس النظام الذي يتهم واشنطن ثم يخرج الحجد الشعبي ويعلن مقتل عناصر له في هذا القصف ما حقيقة ما جرى فعليا بحسب ربط الأحداث من وجهة نظرك مساء الخير أخي مؤمن لك ولضيفك يعني حقيقة عندما نفى البنتاجون علينا أن نحلل من له المصلحة في تنفيذ مثل تلك الضربات أو من هي القوى حقيقة القادرة على تنفيذ الغارات الجوية أنه نلاحظ أنه طيران التحالف له مصلحة في قصف الميليشيات الإيرانية والطيران الإسرائيلي الذي يعمل أيضا وفق الرؤية الأمريكية أما الثالث فهو الطيران الروسي أو ما نسميه نحن ضربة صديقة يعني بالخطأ عندما تكون تريد أن تسند تلك الميليشيات والجيش السوري في معاركه ضد داعش وتكون نفذت ضربة في الخطأ إذن ثلاثة قوى هي القادرة على تنفيذ مثل تلك الضربة ولكن إذا استبعدنا الجانب الروسي فهناك مصلحة مشتركة لتضييق النفوذ الإيراني في سوريا من قبل إسرائيل وخاصة أن إسرائيل صرحت وبالفم الملآن أنها لا تريد تواجد عسكري ولا ميليشياوي على الأراضي السورية ليس فقط على خطوط التماس مع الجنوب مع درعا والقنيطرة ومثلث الموت وإنما لا تريد تواجدها على كافة الأراضي السورية لأن التهديد لا يأتي فقط من مناطق التماس وإنما يأتي من القواعد الصاروخية والميليشيات التي تريد أن تبنيها إيران كميليشيا حزب الله على شاكلة ميليشيا حزب الله وهي الآن تسعى إلى تجنيد أبناء تلك المنطقة وجعلها ذراعا عسكريا لها فإذن إسرائيل هي صاحبة المصلحة الأكبر في مثل تلك الضربات وقد علما أخي دعني أتوقف عند نقطة إسرائيل علما أنه ليس هناك دعني أتوقف عند نقطة إسرائيل دعني أتوقف عند نقطة إسرائيل تمام بس أكد لك شغل أخي مؤمن تفضل تمام لا يمكن يعني عمليا وعسكريا وأنا عسكري أمريكا أمريكا وروسيا تعرف من الذي سجد الضربة تقنيا وبالسطع الإلكتروني ولكن هناك في حلقة مفقودة لا هذا عم يسرح من اللي ضربه لا هذا عم يسلح من الضربة إلا كمان إذا كانت الضربات نفذت بطائرات الشبح 35F 35 التي لا يستطيع الرادار اكتشافها طيب هذا القصف دكتور عمر يأتي في وقت هناك اجتماع رباعي كان في بغداد بين كل من العراق حكومة النظام السوري وروسيا وإيران يعني هو اجتماع تكتيكي ربما لتبادل المعلومات وما إلى هناك من هذا الكلام ولكنه في هذا الوقت جاء القصف ما الرسالة وما الغرض منه برأيك هو خليه خليه سياقة دوليا نقميا محليا على ما نعرف يعني هو بالضبط شو دي يصير وين رايحين الأمور أنا أعتقد دولين أكون نقطتين مهمة اتفاق كيم ترامب هذا مهم لأنه هناك نوع من الاستفراد بإيران وإبعاد تركيا كوريا الشمالية النوع الثاني هو هناك نوع من التنسيق الأوروبي الأمريكي لصفقة قادمة مع روسيا وهناك اجتماع لترامب مع بوتين في منتصف أيلو القادم هنا سيعطى بوتين ما يريد بين قوسيا حتى أنه مستشار هنري كيسنجر قال هناك ترويكا دولية قادمة بين روسيا وأمريكا والصين لمهادفة شيء مثل خمسة زائد واحد يعني وبالتالي هناك تعامل مع روسيا جديدة يصير خلال نقول اثنين زائد واحد هنا ومقابله أن ينجز حلا في سوريا بإبقاء بشار إلى نهاية فترته الانتخابية وإخراج إيران وحزب الله من سوريا ويعني موضوع تل أبيب ومستشار مسكرين على الحدود إلى آخره بالإضافة إلى ربما خروج أمريكا محتمل قادم تدريجي من سوريا هذا السياق الدولي والسياق الإقليمي هناك تصعيد في اليمن وهناك تصعيد في سوريا مع تهديئ في لبنان والعراق نتكلم عن العواصم الأربعة عندما نتكلم عن محور إيران وبالتالي هنا يأتي تصعيد الثالثة المحلية الحقيقة محلية هنا طبعاً إقليمين يجب أن نذكر أنه هناك هذا العامري اليوم شكل في بغداد يعني على بداية تشكيل حكومة مع الصدر وهناك حزب الله في لبنان ما الذي سيقوله حسن نصر الله والهاد العامري بعد هذه الضربة التي شملت فصائل تابعة للحجد الشعبي يعني العصائب عدت 13 مقعد فعلياً هي لضرب المصالح الإيرانية في سوريا وضرب الحجد الشعبي الذي هو في داخل الأراضي السورية فالنقص المحلياً هذه المنطقة هي لا شرق الفرات قسد ولا هي المثلثة في السوري الإسرائيلي الأردني اللي هي منطقة خص هذه المنطقة تخص منفذ القائم والبوكمال الخط البر الإيراني فالهدف هو أيش؟ هو قطع الخط البر الإيراني أنا ممكن أتوقع هنا أود أن أذكر في تحقيق للحياء اللندنية ذكرت في مؤشر جديد إلى تفاقم التوتر في العلاقات الإسرائيلية أعفون الإيرانية الروسية رفعت روسيا الغطاء الجوي عن إيران رفعت روسيا حمايتها يعني هناك اليوم معركة بين داعش وقوات ماعش ربما بدون حماية روسيا في سوريا وبالتالي رفع الحماية السورية كما يقولون و يعني وإخراج حزب الله من القصير كما يقول الأستاذ فائز سارة و يعني تطورات أدى إلى حصول انفجار هاي الكلام اللي قال القبل قليل للأستاذ فائز يعني يشي بأنه ربما يكون ضربات صديقة عقيدة عقيدة فائز ما سيناريوهات المحتملة لهذا القصف وإن كانت إسرائيل فعلا هي من تقف وراءه يعني هنا تكون بذلك انتقلت إلى خطوة أكثر تطورا إن صح التعبير وهي الدخول إلى العمق السوري وضرب مواقع حساسة ليس فقط القوات الإيرانية بل من يوالي إيران يعني وكأنه رسالة هي لحزب الله وللقوات العراقية التي تدخل بإذن من الحكومة العراقية كالحجد الشعبي تمام أستاذ مؤمن يعني أمريكا لو هي فعلتها ما هي خايفة من نظام بشار الأسد ولا من الحجد الشعب الشيع وخاصة أن العبادي هو ضمه وأصبح عنصرا من عناصر الجيش العراقي حتى ممول ماديا من ميزانية وزارة الدفاع فإذا يجب أن يسأل العبادي عن تدخله في الأراضي السورية بواسطة الحجد الشعب الأمر الثاني أمريكيا إذا جينا ونقول أمريكيا أمريكا لها خطين أحمرين لا غير في سوريا وتصرح بالضربات وهي عبور ميليشيات قسد وحدثت هناك وحتى ضربت جنود روس إلى الجهة الجزيرة إلى الضفة الشمالية الفرات مناطق سيطرة قسد وحدثت عدة ضربات أمريكية وقالت بنفس الوقت أو حمى منطقة التنف منطقة الخمسة وخمسين كيلومتر عند اقتراب أي قوة لميليشيوية أو قوات النظام فإنها تتصرف بسرعة وتضرب تلك المناطق يعني لا مصلحة لأمريكا أن تضرب الحدود مع الجولان المحتل إذن هذين الخطين الأحمرين فإذن أنا أستبعد القوات الأمريكية وخاصة أن البنتاجون أيضا نفى إذن ممكن أن تكون تلك ولكنه يأتي في وقت صرحت فيه وجددت إسرائيل تصريحاتها حول إخراج إيران من كامل الأراضي السورية ترافق هذا التصريح في الأمس لبن يامي نتنيوك ترافق مع تصريح لديفيد شينكر المرشح لمصر مساعد وزير الخارجية الأمريكي حتى ماتس قال عندما ننتهي من قتال داعش لن ننسحب من سوريا وسنقلم أظافر إيران في المنطقة وتقليل نفوذها في المنطقة إذن هناك متغيرات سياسية وأيضا تكريكية على الأرض وممكن أن تأخذ أكثر من وجه تلك الأمور ولكن أمريكا حقيقة أنا أستبعدها وأستقرب إما أن تكون ضرب صديقة أو حتى أن تكون لو لا أنهم صرحوا ميليشيات الحج الشعبي باثنين وعشرين قتل ما عدا قتل النظام وما عدل بقية الميليشيات إذن الأعداد هي كبيرة وكبيرة جدا أكثر من مئة قتل وأعداد الجرحى امتلأت بهم مشافي الميادين والبوخمال وحتى مشفى العسكري في دير الزو فإذن لا مصلحة بتصور مع ذلك مع ذلك يعني ضربة بطائرات لأفن السلطاتين التي لا تلقى أداري أسرائيلي نعم دكتور عمر أيضا يعني رغم كل هذا الكلام الذي سمعناه قبل قليل إلا أن الحجد الشعبي والنظام السوري مصران على أن من نفذ هذا القصف هو واشنطن وعبر قواتها الأمريكية في سوريا لماذا يعني كل هذا الأسرار برأيك؟ يعني هل هناك خلافات لم يتم الكشف عنها في هذا يعني أنا المعلومة التي وصلتني من خلف الكواليس ونقاش بين باحثين إسرائيليين وروس وغيرهم أن روسيا هي التي قصفت وبعلم النظام السوري وبعلم النظام السوري لأن تدري أن ورق رقاش صرح وزير دولة الإمارة خارج الإمارات أنه من الخطأ إخراجه لسهن من جامع العربي وهناك نوع من إعادة إنتاج الأسد مع إخراج حزب الله وإيران لحين فترة حكمه وبالتالي هناك مسار سياسي أيضا في المقابل هناك مسار سياسي هناك لجنة دستورية الآن يتحدثون عنها والموضوع الدستوري مع تهيئة بيئة ملائمة آمنة للانتخابات جزء من عدها إخراج الميليشيات بعد انتهاء داعش الحقيقة أنا أحب أقول شيء الحقيقة المهم أنا كعراقي العامري صعد نائب رئيس الحجد الشعبي صعد ككتلة ممكن يكون رئيس وزراء بالمناسبة أكو حكمة إنجليزية يقول إذا لا يمكنك تطلعه بره صعده فوق أنا أعتقد هنا لن يستطيع يعني العامري أن يتحدث شيئا عن كل من سيعبر الحدود كل حجد يعبر الحدود الوطنية يجب أن يضرب ولا يستطيع أحد أن يحتاج سواء كان في الحجد الشعبي وحتى يعني في الحكومة العراقية الموجودة طيب ضربة الأمس هل أوقفت أو هل نجحت الولايات المتحدة بردع هذه القوات من معاودة الدخول الأراضي السورية أم الرسالة لم تصل بعد والله هي كانت يعني أنا سماعت وأنا سماعت أيضا من الأستاذ فائز الآن أنها تعد من أكبر الضربات دموية التي تتعرض لها ميليشيات من قوسيا تابع للحجد الشعبي العراقي عوفنا من فاطميون أو عوفنا من قوة حزب الله أو عوفنا من قوة تابعة للنظام الأسوري ميليشيات العصائب والكتائب والنجباء اللي هي جزء من الحجد الشعبي ضربت هذا تحدي بالنسبة للجميع خاصة في العراق هل سيعيدون الكرة ويعبرون الحدود بالاتجاهين الهدف القادم هو معركة الحدود ويغلاق المعبر على الأقل في منطقة القائم يعني طيب برأيك ما هي توقعتك عقيد فائز لقادم الأياب خصوصا فيما يتعلق بالصراع المتجدد في دير الزور والمفاجآت الأسبوعية التي تأتي تباعا حول خسائر يعني في الشهر الماضي وقبله كان هناك ميليشيات فاغنر وأيضا ميليشيات الباقر وعدة حوادث حدثت في دير الزور العصر غليظة قولا واحدا رفعت على إيران لتقليل نفوذها وبعلم روسي لاحظ أن كل الضربات التي وجهت الإسرائيلية وهي بالعشرات الرارات يعني لا يمكن أن يكون كل مجرة تنسيرية لا يمكن أن يكون كل مجرة هي تنسيرية تماما أيضا من مصلحة روسيا تقليم أظافر إيران ذراها على الأرض بعد أن أصبح الموقف السياسي أو المشهد السياسي واضح إذا لن تريد تقاسم المصلحة مع روسيا فإذا روسيا تغض الطرف عن تقليم أظافر إيران إن كان أمريكيا أو إن كان أو إن كان اسرائيليا او هناك اتفاق بينهما ايضا من تحت الطاولة او من فوق الطاولة مو هنا المشكلة ولكن استطيع ان اقول لك لماذا يريد النظام ان ينصق تلك الضربات بالامريكا ليقول ان الامريكان والتحالف يمنع وانني من قتال داعش هذا هو هدف النظام من كل تلك المشكلة لانه لا يستطيع القضاء على داعش في تلك المنطقة وداعش يكبده الخسائر يوميا في تلك المنطقة اذا ليقول ان التحالف هو الذي يسعى او يمدد او يسعى الى تمدد داعش وتقديم العون اللا مباشر لها عن طريق الانه شكرا جزيلا لك الخير العسكري والاستراتيجي العقيد فايز الاسمر كنت معنا من غازي عنتاب قبل ان اختم معك دكتور عمر اود ان اسألك عن التطورات في الداخل العراقي يعني الولايات المتحدة او عفوا الحجد الشعبي هدد بمهاجمة القوات الامريكية داخل العراق كنوع من اثار على ما حدث في الامريكي وطبعا داخل العراق صار انقلاب يعني انقلب البيت الشيعي على نفسه بصعود البدريين والصدريين وربما ازاحة المالكي والجعفري والعبادي الحقيقة في هذا وبطالة خرج طرفين مسلحين حجديين يعني حكومة حجد ربما قادمة قد تكون حكومة حرب ايرانية هنا الضربة هذه قد تثيرهم تستفزهم لاستهداف القواعد الامريكية داخل العراق قد تستفزهم هل يجرؤون على ذلك؟ والله خيار ايراني مخيارهم خيار ايراني عندما تستهدف تستعين بأوراق كثيرة منها على سبيل المثال استحفار داعش من جديد ونحن رأينا امس ان ثلاثين واحد من رعاة شمر في منطقة الفرثار خطفوا وقتلوا فهذا وارد طبعا في المرحلة القادمة حتى في منطقة يعني نفس الحالة تقريبا هو صراع دول كبرى انا اقول كلمة معادلة ما دام داعش موجودة في الميليشيات بخير وما دام الميليشيات موجودة في داعش بخير هؤلاء وجهان اللي عملة واحدة ما لم يعني يعاملها بنفس الطريقة فنحن سنظل في هذه الحلقة المفرغة شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الدكتور عمر عبدالستار المستشار في مركز العراق الجديد للبحوث والدراسات مشاهدين الكرام اشكركم ايضا على حسن المتابعة لا تنسوا ان تتابعونا غدا في نفس الموعد ايضا الزمين معظم حارب على رأس هذه الساعة بامان الله اشتركوا في القناة